مرحمة الله تعالى وبركاته حصة اليوم خاصة بنشاط العلمي الدرس رقم 4 الحصة الأولى عنوان الدرس أحافظ على بيئتي من أهداف هذا الدرس أن أستنتج طرق لمنع تلوث البيئة أو تقليل من أن أنمي قدراتي في تحليل السور أول نشاط هو ألاحظ وأتساءل البيئة هي الوسط الذي يحيط بجميع الكائنات الحية ولستمرار حياة هذه الكائنات لابد أن أحافظ على بيئتي من التلوث وهنا لو كنا في القسم سنجعل واحد المراجعة أنواع التلوث التي نقصد بها تلوث الماء تلوث الهواء تلوث التربة يعني وشنو هي النتائج السلبية أو لماذا نجني من هالتلوث والتي شفنا في الدرس اللي سابقة وانطلقا من هاد الهو اللي نقدر نتقله للسلوك للإنسان والذي يؤدي إلى هالتلوث وإلى إطلاف البيئة هناك يعني سلوك إيجابي وهناك يعني سلوكيات اللي هي السلبية انتبهوا لهذا الصورة ماذا تلاحظون في الصورة هناك مثلا كرة أرضية أو لنشير لها إلى الأرض والبيئات المختلفة محاطة بأيدي يعني حماية البيئة هي بأيدينا وهي مسنا فلنتعاون من أجل حماية هذه البيئة أسجل سؤالي وفردياتي في دفتري التقصي السؤال كما أعتدي نوك نديروه يعني كيستخرجوه تلامت انطلاقا من العنوان ومن الصورة كذلك من أهداف الدرس إذن السؤال هنا بسيط وسهل جدا كيف أحافظ على بيئتي إذن سؤال تقصي هو كيف أحافظ على بيئتي طبيعا لحال من بعد السؤال كنخلي واحد الوقت لتلامت لتفكير اللي وضع الفرديات ودبا في الدروس الأخيرة التلامت ولو عارفين يعني مراحل الدرس من ضمن هاد الفرديات وفي الفرديات ديما كنعود التلميذ أنه يقول على ما أظن حسب اعتقادي ربما لأن هادو أمور لغي فرديات نفتردها إذن من ضمن الفرديات اللي قدر يجاوبنا بهم التلميذ مثلا في اعتقادي لكي أحمي بيئتي يجيب علي أن أقتصد على الماء يعني من ضمن الفرديات أقتصد على الماء ربما تلميذ أو لتلميذة أخرى تجيب أظن أنه علي أن أتجنب حرق الغابات حرق الغابة الذي يعني جميل أن نفس الأمور نتطرق إليها في اللغة الفرنسية يعني الجمال أو لما أخدهم لونيتي سانك يقدر يوضفوا كذلك في نشاط العلمي وهناك نشوف يعني الارتباط وتداخل المواد هاد الأمور يعني الناس اللي مقبلة عن تحلم يعني يقدروا يلاحظوا هاد المسائل ويقدروا يكونوا فيهم أسئلة أتجنب مثلا من ضمنهم أتجنب تلويث الهواء أو تلويث الماء أو تلويث التربة أغرس نباتة جديدة يعني التجار وهناك مجموعة كبيرة من الفرديات ننتقل إلى أفكر ثم أنجز النشاط الأول يعني هنا الإجابة تختلف مثلا من منطقة لمنطقة أو من مكان إلى آخر من ضمن الأمور التي ربما تذكر تكون موجودة في المنطقة جبال الجبال من مكونات الطبيعية للبيئة هناك كذلك ماء هواء ماء وهواء موجود في جميع المناطق كائنات حية كذلك موجودة في جميع المناطق إذا كانت هناك غابة إذا كانت هناك النهار أو لضايا فيما يخص النشاط الثاني انتبهوا هناك مجموعة من الصور هناك صورة رقم 2 تمثل أكياس بلاستيكية صورة رقم 3 تمثل أن أطفال يقومون بغرس أشجار جديدة أو نباتة جديدة صورة 4 تمثل شاطئ مليء بالأزبل والنوفيات صورة رقم 5 تمثل سلوك جيد وإيجابي لطفل يضع القمامة أو النوفيات في المكان المخصص لها هناك قفع من مواد طبيعية هناك سلوك سلبي وغير جيد في حق الشجر يعني كسر الشجرة أو للأغسان الشجرة هناك مجموعة من الناس الذين ينظفون الشاطئ يعني يقومون بجمع النوفيات والأزبل التي تتركوها المصطفون وهنا سلوك سلبي ويجب تفاديه يعني المكان المخصص للنوفيات وفي الجانب دياله كذلك نجده مجموعة من الأزبل إذن النشاط الثاني أشطب السلوكيات المضرة ببيئتي شنو الأمور المضرة التي يجب أن أتجنبها إذن اثنان من الأمور التي يجب أن أشطبها يعني يجب التخلي عن الأكياس البلسيكية وتعويضها بالقفة قفة طبيعية ولا تضر البيئة إذن هذا سلوك سلبي يجب أن أشطب عليه وأن أتخلى عنه كذلك في الحياة اليومية ديالي هنا صورة رقم سبعة سلوك سلبي يجب الحفاظ على الأشجار وعدم متكسير يعني الأغسان ديالها إذن هذا بماذا سأعود أو لشنو السلوك اللي خصني نتبنى عادة هو الشجار يعني الحفاظ على الشجر اللي عندنا وحبة دا لو أنني أضيف شجار أخرى وهنا شوفوا السلوك السلبي اللي داروه الناس اللي يعني كانت في الشاطئ والسلوك الإيجابي اللي داروه هاد المجموعة من الناس إذن هذا سلوك سلبي يجب أن أشطب عليه وهذا يجب أن أشطب عليه نتقي الآن إلى الملخص أبني خلاصة لدرسي باستعمال الكلمات التالية نباتات مكانها القفة تلويث بلاستيك وإتلاف إذن أحمي بيئتي بتبني سلوك إيجابي أحمي بيئتي بتبني سلوك إيجابي أين يتمثل هذا السلوك الإيجابي؟ مثال كأن أستعمل القفة بدل الأكياس البلاستيكية أن أرمي القمامة في مكانها أرمي القمامة في مكانها احتمال آخر أن أتجنب تلويث الشاطئ وإتلاف الأشجار أن أتجنب تلويث الشاطئ وإتلاف الأشجار شكرا